السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي ومتابعيني ومشاهديني في القناة. النهاردة حابة اقدم لكم حاجة جديدة. كلنا بنستخدمها في صناعة الحلويات والتورتات. وبنشتري الشوكولاتة الخام من برا. النهاردة هنعمل الشوكولاتة الخام زي ما انتم شايفين. القلوب بتاعت الشوكولاتة جميلة وجامدة زي وحلوة. احنا حطناها في شكل كده جمالي بس. لكن احنا هنشوفها خطوة بخطوة زي هنعملها. وتعالوا يلا طبينا هنشوف المقادير بتاعة الشوكولاتة الخام دي احنا هنعملها ازاي. دلوقتي يا حبايبي هنشوف المقادير. دول احنا هنعمل كمية صغيرة مش كبيرة. آآ واللي عايز يضع في الكمية براحته. احنا هنجيب آآ نص كباية كاكاو. وهنحط عليها نص كباية لبن بدرة. آآ نص كباية سكر او ربع كباية سكر. ونفس المقدار بتاع السكر والكاكاو واللبن بنحطه زبدة. هنجيب كطعة من الزبدة زي ما احنا شايفين اهو. ده السكر والكاكاو والزبدة واللبن. لبن البدرة والزبدة. هبتدي احاعملها بطريقتين. اول طريقة عشان نمشي الخطوات مع بعض. هاخد الحاجات اللبن والسكر والكاكاو. هعملهم في قلب المنخل. علشان ما يبقاش عندي اي رواصب منهم ولا فيه سكر خشن او كاكاو مش منخل حلو. هبتدي ان انا هنخل الحاجات المقادير دي بتاعتنا. بحيس ان انا لو فيه اي رواصب تبقى معي مش هحطها في قلب الشوكولاتة. دلوقتي هنخلص دولة وهبتدي ان انا اجيب اه اناء هحطه على النار. وحط فيه مية بتغليه. وزي ما احنا شايفين اهو بعد ما خلصنا ده كده هنحط قطعة الزبدة في الاناء ناقص دجاجي ده البيركس وتحتيه المية وهبتدي احط الكاكاو والسكر واللبن وهقلب لحاجات ما يبتدوا انه هما يدوني قوام سائل معي اه بعد ما هيديني القوام السائل هبتدي ان انا اعمل ايه بقى هصبه في قلب الاوالب السيليكون وحطه في في التلاجة المجمد او الفريزر لحد ما تجمد وديني الشكل بتاع الشوكولاتة. دي دي اول طريقة اه ممكن تعملي بها الشوكولاتة الخيم. طب في عندي طريقة تانية برضو هنشوفها مع بعض. انت طبعا متخلي بالك وانت بيتقلبي لحد ما تحصلي على القوام المناسب. ولو في اي شوكولاتة واعت منك على القلب السيليكون من برا كده. اه كده كده هتجمد معاك. ممكن انت تستخدميها. في اي حاجة تانية هتخديها تسياحيها او هتديها للاولاد يكلوها. اه هي طبعا جميلة وطعمها جميل جدا. سديني لما اتجربيها بالطريقة بتاعتي دي هتعجبك قوي. هتعجب اولادك كمان. لها طعم هيل وطعمها حلو. اه لان احنا حاطين كمية السكر حلوة. فهي مديها الحلاوة بتاعت الشوكولاتة عادي اللي هي من برا. ولو ده كاكاو دوت غامق. لو انت عايز تعملي كاكاو فاتح. اه بشن يديك درجة درجة لون افتح. اه دي حرية زي ما انت عايزة. اه انا روحت اشتري الكاكاو فما لقيتش الا كاكاو الغامق ده. بس هو صراحة طعمه جميل ورقع وحلو. تعالوا بقى بينا نشوف الطريقة التانية. دلوقتي الطريقة التانية احنا هناخد نفس المأدير اللي احنا قلنا عليها. طبعا انت عايزة تزودي المأدير زي ما انت حابة. برضو حطينا نص كباية كاكاو وعليها نص كباية اللبن بودرة. ونص كباية السكر. حطناهم هم في طبق ونخنيهم. اه علشان ما يبقاش عندنا اي رواصب في قلب الكاكاو والخلطة بتاعتنا. اه هناخد قطعة الزبدة. بدلا ما احنا هنسيحها. اه هبتدي ان انا اسيحها في طبق على البوتو جاز. وبعد ما تسيح هجيبها احطها فوق الكاكاو والسكر واللبن بتاعي. دلوقتي هبتدي ان انا اجيب الزبدة اللي انا سيحتها. وابتدي افضيها فوق الخليط بتاعنا ده. بالبقتي اهو. هبتدي ان انا اقلب. لحد برضو ما تحصل لي على القوام برضو اللي هو السائل. اول ما هتلاقي القوام سائل معاكي خلاص كده بتبقى الشوكولاتة بتاعتك تعمل. بعد ما انت قلبت كده عشان طبعا دي مش معمولة على على البخار او حاجة. هاتي الخلاط بتاعك. حطي فيه استويل اللي احنا قلنا عليها. اللي هي الزبدة والكاكاو والسكر واللبن. البدرة. وهبتدي ان انا هاضربهم في قلب الكبه مع بعض. لحد ما كلهم يبقوا خليط ممزوج مع بعضه. اه بعد ما هاخلطهم هبتدي ان انا ايه? اه بعد ما يخلصوا هبتدي ان انا اصبوهم في قلب الاولي في استيليكون واحطوهم برضو في الفريزل. ودي حبيبي الشوكولاتة بتاعتنا بعد ما خلاص ما جمدت. هبتدي ان احنا نخرجها مع بعض من القلب استيليكون. اه احطها في الطبق عشان اوريها لكم. بعد كده احنا هنجيب اللي هي الورق بتاع اللي زيب ده اللي هو بتاع الكاب كيك ده. هنحطها فيه كشكل جمالي. هنشوفها بس او احنا بنخرجها علشان نتأكد ان هي الشوكولاتة جمدت. اهي زي ما انتم شايفين اهي جامدة. زي الشوكولاتة الخام اللي انتش بتجي بيها من برا. طعمها جميل جدا. وطبعا الشوكولاتة بتاخد شكل القلب استيليكون اللي ان انتش حاطتيها فيه لو فيه شكل او رسمة من تحت. بتاخد نفس الشكل ونفس الرسمة. وبتبقى جميلة وهي لو هتعجب اولادك. ويا رب يكون الفيديو عجبكو. واتمنى ان انتو اه لو عجبك الفيديو واشترك في القناة. واما ما تنسينيش باللايك. وانا بشكر كل اللي بيشجعني بتعليقاته وبشكر كل البنات اه على تعليقاتكو الجميلة اللي بتسعدني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واشوفكو في الفيديو جديد.